السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف السادس الابتدائي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم من جديد اخباركم ايا شباب اخبار المذاكرة ايه؟ طمنون عليكم النهاردة باذن الله هنكمل مع بعض كده باقي دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسنة ستة وهنتكلم في الفيديو دوت عن الدرس السادس الدرس السادس بيكلمنا عن الاجهزة المحمولة ومن بين كده من اسم الدرس الاجهزة المحمولة اللي هي الاجهزة اللي نقدر نمسكها في ايدينا زي مثلا اول نوع من انواع الاجهزة المحمولة هو الهاتف الزاكي طبعا الهاتف الزاكي اللي مش بيفارق ايدينا ده الهاتف الزاكي اللي هو التليفون السمارت فون التليفون التوتش اللي في ايدك ده هو ده الهاتف الزاكي طبعا لا احد فينا يقدر فيه العصر الحالي ان هو يستغنى عنه صح كلنا بنستخدمه كبير وصغير النوع التاني من الاجهزة المحمولة هو الجهاز اللوحي الجهاز اللوحي او بنسميه التابلت التابلت وده بننعب عليه جيمز بنقرأ عليه كتب بنتصفح الانترنت زي التليفون عادي جدا ولكن اكبر شوية في الحجم من التليفون النوع التالت من انواع الاجهزة المحمولة هو القارئ او القارئات الالكترونية القارئات الالكترونية وهي بس بنستخدمها في قراءة الكتب بس كده يعني هي نفس حجم الجهاز اللوحي اللي هو التابلت ولكن بنستخدمها فقط في قراءة الكتب فحتى هو رجع عليه هو تستخدم الهواتف الزكية والاجهزة اللوحية في تصفح شبكة الانترنت تتحقق من الرسائل البريد الالكتروني القارئات الالكترونية زي التابلت ولكنها بتستخدم في شكل اساسي في ايه في اراية الكتب في اراية الكتب انما احنا بنقول ايه بنقول هي نفس الحجم بس بنستخدمها في اراية الكتب جميل جدا 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 يا بنا دلوقتي لما اجا اقول لك ايه هي انواع الاجهزة المحمولة او يعتبر كذا من انواع الاجهزة المحمولة تبقى انت عارف الاجابة اعتقد الموضوع بسيط جدا الجزئية التانية بيقول لي سمات ومميزات او سمات اللي هي هي مميزات الاجهزة المحمولة هي بتفيدنا بايه ايه هي المميزات بتاعتها اولا امكانية اتصالها بشبكة الانترنت طبعا السمارت فون والتابلت اللي هو الجاه الهاتف الزكي التوتش اللي في ايدك دوت والتابلت هما الاتنين بنستخدمهم وبنعم وصلهم على الانترنت عن طريق الواي فاي ونقدر نتصفح الانترنت نتفرج على فيديوهات نجيب معلومات نخش على بنك المعرفة المصري نعمل كل اللي عايزينه على النت عادي جدا دي اول ميزة فيها دي ميزة طبعا يمكن حملها في وضع افقي او وضع رأسي او عمودي او بشكل ايه مسطح يعني انت تقدر تستخدمها كده وتستخدمها كده وكلنا بنغير او التدوير بتاع التليفون دوت لما تقلبه كده بالعرض يقلب معك الشاشة عادي جدا صح فده بيسهل عليك احيانا ما تكون بتقرأ حاجة او عايز تشوف حاجة بشكل عرضي تشوفها عادي طيب تقدر انك انت توصل تليفونك بسماعة بلوتوز تقدر انك توصل تليفونك او التابلت بالطبعة لو هي طبعة شغالة بالواي فاي صح تقدر انك انت توصلها او شغالة بالبلوتوز تقدر انك توصلها وتطبع من التليفون عادي جدا او من التابلت صح يعني كده نقدر نعملها اتصال بالاجهزة الاخرى وميزتها برضو ان هي شغالة باللامس الماوس عن طريق اللامس مش ماوس خارجي زي الكمبيوتر الكيبورد بتظهر عن طريق اللمس بتظهر على الشاشة قدامك فدي برضو ميزة فعموما استخدامها عن طريق تقنية اللمس او الشاشة للتوتش سكرين دي بتبقى ميزة من مميزات الأجهزة المحمولة طيب هي ملهاش عيوب ليها عيوب طبعا وهقولك عليها بعد شوية الأجهزة المحمولة والتعلم طبعا احنا دلوقتي بقينا بنسبة كبيرة جدا بنعتمد على الانترنت وبناءا عن احنا بنعتمد على الانترنت في المذاكرة عن طريق نحن نحمل كتب الكترونية مذاكرات بنشوف فيديو مستر ابراهيم عشان نتعلم تكنولوجيا معاه كل الحاجات ديت محتاجة نت وطبعا مش قليل اللي بيتفرج عليها من كمبيوتر او من لابتوب الا اغلبية يا بيتفرج من الموبايل يا بيتفرج من التابلت صح فده نوع من انواع التعلم يعني انت بتستخدم التابلت او الأجهزة المحمولة ديت بتستخدمها في ايه بتستخدمها في التعلم طبعا فهي بيقولك ان هي الأجهزة المحمولة بتوسع نطاق التعلم خارج الفصل الدراسي يعني التعلم دلوقتي بقاش متوقف على ان مدرس واقف في الفصل وبيشرح ده اه موجود وده كويس وده لغنى عنه طبعا مفيش خلاف على كده ولكن زيادة على كده ان دلوقتي انت ممكن تتعلم بعد ما تخلص مدرسة وتروح تتغدى وتريح تفتح اليوتيوب تتفرج علي فيديوهات التعليمية بتاعت مستر ابراهيم بتاعت مستر احمد بتاعت مستر السيد مستر عباس كل الناس بتنزل فيديوهات او اغلب الناس او كل المواد لها فيديوهات شرحة على اليوتيوب صح او على الفيسبوك تمام فمشاركة عدد اكبر من التلاميذ في التعلم عن طريق الاجهزة المحمولة وطبعا استخدام شبكة الانترنت نقدر نعمل ايه بقى نقدر ان احنا نصور فيديو قصير او طويل نلتقط صور للمشروعات اللي احنا عايزينها كل ده بالتليفون او بالتابلت صح نقدر نعمل سكان للكيو ار كودز عارفين طبعا كلنا الكيو ار كودز زي اللي موجود قدامنا دوت لو عملنا له دلوقتي سكان او مسح بالتليفون عن طريق كاميرا التليفون تقدر توصل لفيديوهات مستر ابراهيم وتتفرج عليها بكل سهول توصل لأي فيديو توصل لأي موقع لي كيو ار كود او لي رمز الاستجابة السريعة اللي احنا شايفينه ده وعارفينه اللي هو ده تمام تقدر توصل لصوت نص الليها علاقة بيه المحتوى اللي انت عايز تتفرج عليه وتتعلم منه يعني انا دلوقتي كمدرسة قادر اعمل لكم عن طريق التليفون اصور لكم فيديو وانا بشرح لكم حاجة انت كطالب تقدر تصور فيديو وانت بتصور الشغل بتاعك او المشروع بتاعك فكل دوت بيسهل علينا التعلم من خلال التليفونات بتاعتنا والجهاز اللوحي والتابلت زي ما احنا متعودين طب ايه يا بقى العيوب او المشكلات اللي ممكن تقابلنا لما بنستخدم الأجهزة المحمولة كتير ممكن بنستخدمها اولا تقليل مهارات التفكير والتفاعل الاجتماعي عندنا مشكلة التكنولوجيا بشكل عام والتطور اللي احنا بقینا في ايه بقى في مشكلة او مش بقى في مشكلة هو في مشكلة اصلا واصلا ايه هي بقى المشكلة دي ان مهارات التفكير والتفاعل الاجتماعي عندي بتقل بسبب سهولة الوصول للمعلومات بمعنى المدارس طلب منك بحس فبدلا انت ماتقعد تفكر في الاجابات بتاعة الاسئلة اللي هو طلبها منك دي مسلا. لا انت بتخش على اليوتيوب او بتخش على جوجل وتعرف اجابات الاسئلة دي وتكتبها وخلاص وشكرا وسلمها للمسطر وخلاص. زمان قبل بقى التطور اللي احنا في ده كان ممكن الطالب يقعد يبحث ويدور على كتب ويدور على معلومة ويسأل ده ويسأل ده ويسأل مدرسين تانين عشان يوصل بس لاجابات او يعمل بحس في حاجة معينة. انما دلوقت الموضوع بقى بسيط خالص. ودي مشكلة مش مشكلة. دي مشكلة جامدة طبعا. لان مهارة التفكير بتقل عندك. على الموضوع عارف عامل زي ايه? زي استخدام الالة الحزبة. كلنا دلوقتي بقى انا اعتمادنا لو عايز اعرف خمسة خمسة في خمسة بكام بدل ما افكر واعرف ان هي بخمسة وعشرين. لا اطلع الالة الحزبة على التليفون واحسب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. صح? هديك مسال انا يعني. فاستخدام الالة الحزبة برضو بيقلل من تفكيرك وتنشيط الزاكرة بتاعتك. طبعا التفاعل الاجتماعي دلوقتي بدل ما اروح اقابل واحد صاحبي او واحد صاحبي يجي وعد معي يزاكر معي. لا احنا هنعمل محادسة فيديو ونزاكر مع بعض ان واحنا قاعدين كل واحد في بيته. او هنتكلم على الواتساب او على المسينجر او على التليجرام. فده كله بيقلل من التفاعل الاجتماعي اللي بقى اللي كان موجود زمان. وقل بسبب التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي بقت موجودة بكسرة دلوقتي. فدي مشكلة من مشاكل او عيب من عيوب استخدام الاجهزة المحمولة بكثرة. تاني نوع من المشكلات او تاني حاجة استخدام الجهاز المحمول لاسباب اجتماعية او طرفهية بكسرة. الباشا. الباشا اللي يقعد ليل نهار ماسيك التليفون او التابلت وبيلعب بابجي او بيلعب اي لعبة او بيكلم صحابه او بيتفرج على فيديوهات. وده بيكل منه وقت كتير. انا شخصيا احيانا بتسحل في الفيديوهات. افتح بس اقول ده انا هبص بس على حاجة سريعة. اجي بص على الحاجة السريعة دي يلاقي فيديو عجبني فاتفرج عليه. واقلب اللي بعده لايه عجبني فافضل كده فاتسحل بقى بص في الساعة. الاقي ساعة ولا ساعة ونص عدو. وانا كنت بقول ده انا خمس دقايق وهرجع اكمل اللي انا كنت بعمله. فطبعا دي مشكلة من المشكلات بتاعة الاجهزة المحمولة خصوصا الموبايل او التليفون. الحاجة التالتة والاخيرة من المشكلات هي صعوبة قراءة النصوص ومشاهدة الرسومات البيانية المعقدة عبر شاشات الايه التليفون الصغيرة الحجم. طبعا انك تشوف رسمة بيانية على شاشة الكمبيوتر الكبيرة احسن ما تشوفها على شاشة التليفون لان على شاشة التليفون هتبقى صغيرة جدا. فاحنا محتاجين ان احنا نشوفها على شاشة كبيرة. فدي مشكلة. دي مشكلة. طبعا احنا لما بحب اقرأ حاجة على التليفون بيبقى صعب. فبقى اعود اعمل زوم كده واكبر الكلام عشان اعرف اقرأه. انا واحد من الناس نظري ضعيف بسبب استخدام الكتير للكمبيوتر. فدي بتبقى مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا. يبقى عرفنا المميزات فوق وعرفنا المشكلات او العيوب دلوقتي. طيب اخر حاجة اكلمك عنها هي ازاي بنقدم حلول لاستخدام التكنولوجيا المتطورة او تقديم حلول باستخدام التكنولوجيا المتطورة. زول همم كلنا عارفين طبعا من سنة ربعة ابتدائي واحنا عرفنا مين هما زول همم. زول همم بتقابلهم صعوبات او تحديات صعوبة في ان هو يتعلم ان هو يحصل على رعاية صحية الكشف ان هو يتوظف في وظيفة. لكن التكنولوجيا المتطورة وخصوصا البرامج المساعدة او التكنولوجيا المساعدة المثبتة على الاجهزة التليفون المحمولة لزاوي الهمم بتساعدهم في حاجات كتير. انا راجل عندي بترف رجلي رجلي مقطوعة وعايز اتعلم فصعب ان انا نزل كل يوم اروح المدرسة او اروح الكلية صح? فممكن اتعلم وانا قاعد في البيت عن طريق اتفرج على فيديوهات اشوف كورسات انزل الكتب من على النت واذاكرها وانا قاعد في البيت. بكل سهولة صح? فانا منزول همم. ودي التكنولوجيا ساعدتني اهو. عشان اتعلم صح? وانو انا موجود في المنزل او في البيت. كمان التكنولوجيا للشخص الكفيف للشخص اللي مش بيسمع. ممكن في برامج دلوقتي موجودة على السمارت فون او التليفونات ديت. يقدر ان هما يديروا الوقت بتاعهم والمهام بتاعتهم في مكان شغلهم او هما موجودين في البيت عادي جدا بتساعدهم جدا في الموضوع ده. في تطبيقات زي اللي تكلمنا عنه في البداية بيساعد الناس على الكلام للمصابين في الطراب في التعلم غير اللفظي. في ناس عندهم مشاكل نفسية وتعلم غير اللفظي او الطراب. فبيستقدموا البرامج ديت على انها تساعدهم في التعليم كمان. جميل? فاحنا طبعا لا شك ولا خلاف على ان التكنولوجيا المتطورة والتكنولوجيا المساعدة والبرامج المساعدة اللي موجودة على تليفوناتنا بتساعدنا كاشخاص زلهمة جدا جدا جدا. واحنا يا ما تكلمنا في الموضوع دوت باستفادات كتير من اول سنة ربعة سنة اللي قبل اللي فاتت لحد دلوقتي او احنا لسه بنتكلم ولسه هنتكلم. تمام? تمام. يبقى درسنا السادس خلص. اللي هو الاجهزة المحمولة. اعتقد درس من الدروس الخفيفة اللذيذة. اللي مفهوش مشكلة. اللي هو اصلا اسئلتو في الامتحان بتبقى وليلة جدا جدا. اين وجدت? اين وجدت? يلا بنا نروح نشوف الايه? اختبر معلومات تكوية على الدرس السادس. بتاع بعضا زي ما انتم متعودين يا سنة ستة. ان احنا نحل السؤال الاول ونسيب لكم السؤال التاني. انت تحلوه عشان تتأكدوا من مذاكرتكو. ده علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية. تساعد الاجهزة المحمولة التلاميذ على التعلم خارج الفصل الدراسي. خارج الفصل. طبعا صح صح جدا. طيب لا تساعد منتجات وتطبيقات التكنولوجيا المتطورة. زلهمهم. طبعا ايوة غلط لا ازاي بتساعدهم? بتساعدهم طبعا ازاي لا تساعد? تساعد الشاشات صغيرة الحجم على قراءة النصوص بسهولة طبعا لا. بصعوبة. بصعوبة. ده ده مشكلة من مشكلات الشاشات الصغيرة دي. اللي هي الاجهزة المحمولة. يمكن للاجهزة المحمولة الاتصال بشبكة الانترنت. طبعا انا بوصل نت على الواي فاي بتليفوني. عادي جدا. تتيح الاجهزة المحمولة انشاء مقاطع فيديو قصيرة. طبعا. كلنا ماشيين دلوقتي بنتصور صور وبنتصور فيديوهات واحنا ماشيين في الشارع حتى. من مزايا الاجهزة المحمولة استخدامها في الترفيه بكثرة طبعا. من مزايا لا. من عيوب طبعا. من عيوبها. من عيوبها ان احنا بنستخدمها بالكسرة في الترفيه. من عيوبها. قاعدين طول النهار فتحين اليوتيوب او التيك توك او الفيسبوك ومضيعين وقتنا في الترفيه. بالتليفون. كده خلص السؤال الاول. السؤال التاني زي ما انتم شايفين كده اهو. هتعمل سكرينشوت وهتجاوب على اسئلة دي. انت عايز تبعتها لاتأكد لك من الاجابات ما عنديش مشكلة. وانت جاوبتها ومتأكد من اجابتك ان هي صح. يبقى انت كده راجل مية مية. اتمنى لكم التوفيق واستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي هيكون فيديو عن الدرس السابع باذن الله. اتمنى لكم التوفيق وسلام عليكم.